يا دكتورة التبويب بتاع الكتاب والمسميات بتاعته أيضا بليغة جدا نعم هو قال أنني كتبت هذا الكتاب على ثلاثين باب يعني تحدث فيه أبواب كثيرة لا أتذكرها جميعها ولكن كان في باب علامات الحب باب الحب من النظرة الأولى الحب بالوصفة الحب في النوم الحب بالنسانة الحب في النوم كل حالات الحب نعم ذكر حالات كثيرة البين والهجر والوصل والغدر والخيانة والواشي تحدث عن الواشي تحدث عن الرقيب تحدث عن العاذل تحدث عن الصديق والمساعد في الحب وأعوان الحب أعوان المحبين نعم يعني تحدث عن أشياء لم يترك شيء إلا وتحدث وكان الكتاب جمع بين الشعر وبين القصص وبين الحكايات وبين تعليقه هو يعني كان ناقد جيد جدا محلل جدا نعم بعض الأشياء تحفظ عليها ولا يرتضيها وبعض الأشياء يعني قال أنا معها وأخذ يدلل ويحكي من حياته ومن حياة الآخرين أخذ على ابن حازمة في وقته هذا الكتاب أخذ عليه لا أتذكر أنه أخذ عليه لأن هذا الكتاب هو كان لا يتعارض يعني إذا جاء هذا الكتاب يعني مزيجا بين مراعاة المشاعر الإنسانية التي لا نستطيع أن نتجاهلها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق بها الإنسان يعني لا نستطيع أن نقول أو نمنع الناس من الحب لأنها مشاعر يعني اضطرارية وأي إنسان لابد وأن تمر في حياته تلك المشاعر بشكل أو بآخر فابن حزمة أكد على هذا وفي نفس الوقت هو ضبط هذه يعني نجد هذا الكتاب هو مليء جدا باستدعاء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة فهذا الكتاب جمع بين مراعاة المشاعر الإنسانية وعدم كبتها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق الله الإنسان عليها وبين ضبط هذه الشهوة وهذه المشاعر وأن لا تخرج عن الإطار الذي رسمته الشريعة وعما هو مسموح فلا يمكن أن يؤخذ على ابن حزم مثل هذا الأمر لأنه جاء موازنة بين الأمرين في بعض المحطات من ناقدي شخص ابن حزم أو فكر ابن حزم قيل أنه كان يأخذ بظاهر نص وهنا لم يأخذ بظاهر نص وإنما أبحر في تفسير النصوص في صناعة هذا الإسقاط الذي صنعه على محتوى كتاب توقي الحمام لا هو ابن حزم كان في الأول مذهبه مالكي ثم بعد ذلك المذهب الشافي ثم بعد ذلك المذهب الظاهري الذي يأخذ بظواهر الآيات وهذا تحفزا منه على الشريعة وأنه لا ينبغي إلا أن نأخذ بظاهر الآية وأن نطبقه أما هذا الأمر ليس في الكتاب ما تعرض لشيء من العقل نعم وإنما هو كان يحكي قصص عاشها وحكيت له أو هو شاهدها بنفسه واتطلع عليها أو كان يعرفها من الأصدقاء وفي كل باب له حكايات كل باب من هذه الأبواب له حكايات وبعد ذلك في نهاية هذا الكتاب حاول أن يجسد في إطار من الشريعة وفي آخر الأبواب نجده يتحدث عن الموت وعن العفاف والتعفف في الحب وحتى أنه سمى باب بهذا الموضوع واستدرك فيه الكثير من الآيات القرآنية يعني في باب مثلا فضل التعفف بعد أن سرد قصص وحكايات لأصدقائه وحكيت له على سبيل المثال مثلا عندما كان يحكي قصة أن صديق له وكان يجمعهما صداقة وهذا الصديق كان يعني استدعاه يعني ليتلقى معه العشاء ثم بعد ذلك جاءه أمر عارض خارج المنزل فاضطر للذهاب إليه وبعد ذلك امرأة هذا الرجل يعني وقع في نفسها حب ذلك الفتى الشاب الجميل فاستدعته فوضع أصبعه على النار وقال لها جريبي يعني فما بالك بنار الآخرة ثم بعد ذلك راودته مرة أخرى فوضع إصبعه مرة أخرى حتى احترقت سبابته وهو إذ يحكي هذه القصص وغيرها من القصص يعني بعد ذلك يذكر في نهاية هذا الفصل بعض الآيات القرآنية التي تدعو إلى العفة والفضيلة وإلى تذكر اليوم الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطلها بقلب سليم وذكر عدة آيات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير يوم تبدل الأرض غير الأرض ذكر أيضا آيات كثيرة تدل على أن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كل هذه الآيات حشدها حجدا في هذا الفصل كما أنه حشد من القصص كم من القصص التي كانت هناك ما يدعو إلى المعصية ولكن كان هناك وقف مع النفس سواء من الرجل أو من المرأة فذكر مرة قصة للرجل الذي وضع أصبعه ومرة قصة لمرأة أخرى عندما دعاها كانت تحب شاب وكان يحبها وعندما خل لهم الجو في يوم من الأيام دعاها فذكرته بالآخر وباليوم الآخر فما لبث بعد هذا الوقت إلا وجمعهم الله في الحلال فهكذا كان ابن حزم لا يتجاهل المشاعر الإنسانية لأننا كما قلنا فطرة ومع ذلك يضبط هذه العلاقة وفق ما جاء في القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم